ينضم إلينا أيضاً على الهواء مباشرةً الآن الكاتب الصحفي عبد الرزق طوفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية مساء الخير يا سيد عبد الرئيس مساء الخير مدام رانيا مدام رانيا عليها حضرتك ومشاهدينك الكرام عايزة بقى حالك تغششني كده لو حتكتب مقال عن هذه الزيارة حتكتب وتقول إيه والله يمكن مقالي يعني ركزتها الأمن والاستقرار للأمة العربية وركزتها السلام للمنطقة أعتقد أن ما بين السعودية ومصر شراكة استراتيجية وعلاقات قوية جداً ربما تقترب لما يقرب من مئة عام في اعتقادي أن لقاء الأشقاء اللي حصل النهاردة بين الرئيس عفتاح السيسي وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو ترجمة حقيقية أولاً من ناحية الوقت هي زيارة مهمة في توقيت مهم وبالغ الأهمية أعتقد أيضاً الزيارة ترجمة لقوة ومتانة العلاقات وتمييزها ما بين ومصر والسعودية أعتقد أن العلاقات المصرية السعودية فيها زخم كثير للغاية من المجالات والقطاعات سواء على المجال الأمني أو الاستراتيجي هناك توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية خاصة في إدراق حقيقي من الدولتين بأن المنطقة تعيش حالة مضطربة حالة شديدة التعقيد أعتقد نحن بصدد مخاط جديد لهذه المنطقة في ضوء ما يحدث من متغيرات سواء على مستوى القضية الفلسطينية مستوى الأزمة الليبية والأزمة السورية على ما يحدث في اليمن أعتقد في ظل تحديات كثيرة تعيشها المنطقة العربية وبطبيعة الحال في القلب منها مصر والسعودية باعتبارها ركيزات الأمن والاستقرار باعتبارها كبيرات الأمة العربية مصر دايماً بتؤكد أن الأمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج الأمن القوم يتأثر الأمن القوم للمصر يتأثر بالأمن القوم العربي إذن هناك إيمان حقيقي بأهمية التعاون بين القاهرة والرياض وبأهمية التقارب لمعالجة الكثير من الأزمات العربية حفاظاً على الأمن القومي في ظل وجود أطماع وفي ظل وجود مخططات وفي ظل أيضاً وجود زي ما قلت لحضرتك مخاط جديد للمنطقة تحتاج مصر والسعودية إلى تفاهمات وتقارب كبير جداً في إنهاء هذه الأزمات وعادة اللحمة وتوحيد الصف العربي أعتقد أن مصر والسعودية لهم دور كبير في العمل العربي المشترك في التكاتف العربي هناك ثقة عربية في القاهرة والرياض مصر وصلت لمكانة وسقل غير مسبوك بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاق القوة المصرية على مستوى الداخل على مستوى السقل الإقليمي والدولي الدولتان موهلتان لقيادة العمل العربي المشترك الحفاظ على حقوق الأمة العربية الحفاظ أيضاً على أمنها القومي إنهاء ملفات أو أزمات وجدت منذ 2011 أعتقد أنا الأوان لعودة الدولة الوطنية في بعض الدول العربية ومساعدتها أيضاً اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً أعتقد هناك إدراك حقيقي مصري سعودي أيضاً بهمية العمل السنائي خاصة زي ما قلت لحضرتك هناك شراكة اقتصادية السعودية أكبر مستثمر في مصر السعودية لديها أكبر جالية مصرية هناك مجالات متنوعة وكثيرة جداً تستطيع الدولتان يعني أن في الفعل تحقق نتائج مبهرة مصر أصبحت دولة الفرص الوعدة بعد سبع سنوات من التجربة المصرية ونجحها في جميع القطاعات وزي المتفضل زميلي السابق هناك منطقة قناة السويس المنطقة الاقتصادية هناك ربما نقترب من 16 مدينة جديدة على أحدث مستوى من المدن الزكية في العالم هناك أفاق جديدة للاستثمار في مصر والتنمية في مصر مصر على الصعيدين الخارجي والداخلي أعتقد أنها دولة تعيد تستطيع بالتعاون مع الشقيقات العرب سواء أو على رصيم المملكة العربية السعودية أن تعيد للأمة العربية اعتبارها وقوتها وتلحمها في ظل هذا التوقيت الدقيق أستاذ عبدالرزي بلغة الصحافة يعني الصورة المتدولة عبر وسائل الأعلام التي نرها الآن عبر الشاشة هي صورة تعكس الود ما بين الطرفين سواء الرئيس عبدالفتاح السيسي أو وليل عهد السعودية من وجهة النظر الصحفية إلى أي مدى يتم قراءة هذه الصورة إعلاميا؟ خلينا أولا حدك أنا شفت الصورة ويمكن أنا اخترتها أنها تكون للصفحة الأولى لأن فيها تكسيد حقيقي لما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية من أخوة وإدراك للمصير المشترك وتقارب وتفاهم وتطابق في الرؤى زي ما أكد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا تميز اعتزاز الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتزاز هناك علاقات مفتوحة ومنفتحة بمعنى أن الجانبان المصري والسعودي يدركان أهمية العمل المشترك أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية أهمية العمل أيضا من أجل قيادة هذه المنطقة إلى مرحلة الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الملفات الصورة بتبعث بالكثير من الرسائل وبترد على كثير من الشائعات والأقاويل التي حاولت تشويه العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية أعتقد أن الصورة تقول عشرات الرسائل وتسعد كل مواطن عربي وتشعره بالطمأنينة والارتياح بتسعد كل مواطن سعودي ومواطن مصري لأن التقارب بين الدولتين وهذه العلاقات يعني هذه السقة وهذه العلاقات الحميمية وعلاقات الأشقاء أعتقد بتبعث برسائل طمأنينة لكل مواطن عربي بأن الأمة العربية بخير طالما أن مصر والسعودية بخير وبقوة وتقارب خلينا أقول لحضرتك ربما هذه الصورة سوف تكون رسالة داحرة وسالة قوية لكل أعداء الأمة العربية لكل من حاولوا النيل من مصر والسعودية وعلاقاتهما الاستراتيجية والتاريخية وزي ما قلت لحضرتك العلاقات ممتدة اللي ما يقرب من مئة عام لكن أعتقد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت علاقات من نوع جديد علاقات استثنائية العلاقات أكثر تواهجا أكثر تقاربا وأكثر وعيا أيضا بمتطلبات المرحلة وبالتحديات الموجودة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي أعتقد في تويتة سيادة الرئيس أكد أن توافق الرؤى بين مصر والسعودية في كافة الملفات والقضايا الدولية والإقليمية هذا يشعرنا بالطمئنينة مصر بتواجه تحديات أيضا السعودية بتواجه تحديات الأمة العربية بأسرها بتواجه تحديات خطيرة ترتبط بالمصير وبالوجود لدينا اليوم أعتقد رسالة ثقة رسالة اطمئنان أن مصر والسعودية علاقتهما في الطريق الصحيح ولصالح البلدين ولصالح الأمة العربية منذ أسبوعين أيضا كان هناك تويتة للسفير السعودي بالقاهرة وأشاد بالعلاقات المصرية السعودية وصفا أيها بالانسجام والتوافق إلى أي مدى هذه التويتة بتعكس رؤى مستقبلية خاصة أن كان هناك تقارب أيضا ثقافي ده بالإضافة للتقارب السياسي والاقتصادي أنا خليدي أأكد لحضرتك أستاذ رانيا أن العلاقات بين مصر والسعودية فاقت أي توقع بمعنى أن هناك مش عايز أقول تكامل ولا شراكة استراتيجية في هذه المصطلحات التقليدية ولكن هي علاقات الأشقاء بمعنى روح الأسرة الوحدة علاقات في كل المجالات تشمل علاقات عسكرية لحفاظ على الأمن القوم العربي في تنسيق أمني لمكافحة الإرهاب والتحديات في هذا الصدد علاقات اقتصادية بينتظرها أيضا مستقبل واعد أعتقد أن زيارات المسؤولين المتبادلة حالة التعايش والتقارب الاستراتيجي اللي بين مصر والسعودية بتجسد اهتمام وإيمان مشترك بأهمية هذا العمل بأهمية التقارب بأهمية أنا شايف أني أعتقد أن الدولتين بيواجهها مصير مشترك ويصب هذه العلاقات القوية وبتنعكس على الأمن القوم العربي ومحاولة والسعي الدؤوب على إنهاء كافة الملفات والأزمات التي كانت ومزالت تؤرق الأمة العربية وتسبب انزعاج خطير جدا من الشعوب العربية خوفا على الأمة العربية يعني أعتقد أن العلاقات المصرية السعودية تجوزت كل تقليدي وكل عادي لنصبح في حالة تكامل في علاقة أخوة وعلاقة أشقاء بالفعل علاقة منفتحة وعلاقة انفتاح في كافة المجالات هناك استفادات متبادلة بين مصر والسعودية هناك استشارات اتصالات دائمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان أو ولي العهد للأمير محمد بن سلمان أعتقد كل هذا بيصب في النهاية أننا بصدد علاقة استثنائية هي نموذج وقضوة للعمل العرب المشترك لما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين الدون العربية سياسيا اختيار المكان نفسه بيكون له مدلول فهل اختيار شرم الشيخ له مدلول السياسي؟ والله المدلول السياسي مصر كلها بصفة عامة أعتقد في كل مناطقها عليها أن تفخر بما وصلت إليه لكن في شرم الشيخ ربما الأمر ينعكس على الصعيد الخارجي ينعكس أيضا على مستوى القضية الفلسطينية أعتقد حالة لما تستطيع أو تريد أن تقابل صديق عزيز أو أخ فربما يكون من أفضل الأماكن التي تبعث بالجمال والإبداع وأعتقد مكان عالمي يليق بمكانة العلاقة بين الأشقاء ليكون شرم الشيخ شرم الشيخ مدينة السلام فأعتقد ربما يكون هناك رسالة سلام في المرحلة القادمة ستكشف عنها الأيام القادمة خاصة في ظل المساعي المصرية والدور والسقل الكبير اللي بتلعبه المصر كوسيط شريف ونزيه داعم لحقوق الأشقاء الفلسطينيين وأيضا داعم لعملية السلام في الشرق الأوسط واستباب الأمن والاستقرار في المنطقة مصر والسعودية تستطيعان قيادة المنطقة إلى بر الأمان بما لديهما من سقل ومكانة وقدرات أعتقد متعزمة وغير محدودة في تحقيق أهداف العالم أصبح العالم أيضا يستند ويسق في الرؤية المصرية المدعومة عربيا والمدعومة أيضا من المملكة العربية السعودية شفنا على مدار الأيام الماضية اتصالين هاتفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أربعة أيام بالرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد أن الكل أصبح يسق ومتفاهم ويقدر الرؤية المصرية وأعتقد أن الرؤية المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار سبع سنوات هي بالفعل التي صدقت وقتنع بها العالم ويصابق الزمن على دعم هذه الرؤية ويقناع جميع الأطراف على الجلوس على مؤيدة المفاوضات وزي ما سبقني زميل السابق بالإيمان بحتمية إقامة دولتين فلسطينية والدولة الإسرائيلية يعني دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية يعني ده تتويج للجهود المصرية تتويج للرؤية المصرية اللي بالفعل أصبحت هي المفتاح الحل وباب السلام ومصدر قناعة العالم شوفنا غير الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الفرنسي جو أمانويل ماكرون المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أعتقد كل العالم متفهم وبيسق ويعول على الدول المصري المدعوم عربيا خاصة في ظل السقة اللي بيحظى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من جميع الدول العربية وعلاقات الاستثنائية اللي بتجمعه وصدقه في الحرص على الأمن القوم العربي وتعزيز التعاون ما بين الدول العربية وأيضا سقة العالم واحترامه وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي أشكرك شكرا جزيلا عن هذه الإضاحات الأستاذ عبدالرزق توفيق رئيس تحرير جديدة الجمهورية